فساد أنتج بطالة وفقراً وفقر أنتج ظواهر بل آفات نخرت الدولة والمجتمع منها ظاهرة الإتجار بالبشر وأعضائهم البشرية حتى تأسست مافيات ومزادات للبشر وأعضاءهم فالفقراء بدأوا يأكلون بأعضاء أجسادهم لتأمين الاحتياجات الضرورية ومتطلبات الأسرة الاعتيادية الإتجار بالبشر مفهوم لا ينحصر بالبيع والشراء الفعلي بل يتجاوزه إلى الابتزاز مقابل المال وجسر هذا التجاوز هي مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت وسيلة لاستدراج شباب وفتيات وإيقاعهم بفخ الابتزاز مما تسبب بتعرضهم لمخاطر جسيمة فيما تصدرت العاصمة بغداد حالات الابتزاز وتلتها الأنبار والبصرة وكربلاء ومن ثم نينوى وكركوك وميسان في العام الماضي وحده بلغ عدد المختطفين مائة وخمسة وعشرون مختطفا وأغلب عمليات الاختطاف وقعت لغرض الحصول على مبالغ مالية أو الاعتداء الجنسي وضحاياها من النساء والشباب والأطفال وأيضا تصدرت بغداد باقي المحافظات بعمليات الاختطاف ومن ثم بابل وديالا وديقار قانونيون بيّنوا أن القضاء العراقي ما زال يتجنب في بعض أحكامه اللجوء إلى قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم ثمانية وعشرين لسنة الفين واثني عشر ويحكم وفق قانون العقوبات العراقي رقم مائة وواحدة وعشرين لسنة الف وتسعمائة وتسعة وستين خصوصا فيما يتعلق بالاستغلال الجنسي للضحايا إضافة إلى افتقار المؤسسات الحكومية لوجود تعريف موحد لمفهوم الإتجار بالبشر أما مراقبون فيعزون اتساع ظاهرة الإتجار بالبشر في العراق إلى الفقر والبطالة وضعف الأمن وانتشار السلاح وسهولة الحصول عليه مما أدى إلى اتساع شبكات الإتجار بالبشر وتحولها فيما بعد إلى مافيات كبيرة تملك أغطية تمكنها من التحرك بسهولة على غرار عصابات تجارة المخدرات